هذا الخاسف طبعاً انتشر كثيراً وبخاصة في الدول المتطورة في أوروبا وأمريكا وفي روسيا وصفة انظر كيف خسف بهذه الفتاة بشكل مفاجئ مع أنها تسير على شارع عادياً هذا الخاسف شيء جديد يدرسه العلماء اليوم لماذا يحدث ذلك؟ ما الذي حدث؟ إنسان يمشي يخسر بهذا بيت في جمهوريات أحد السورية سابقاً وصوت الخسف يعني حتى مرعب عندما يخلع مثلاً تشاهد أحياناً سيارة يخسف بها سيارة تكون رصيف خسف به إلى طرف الآخر هذا الكتاب النير بالنور هل يبشر آياته فيها الهدى أين المعاند ينظر؟ والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر هو خاتم الكتب التي من عند ربي تبشر سبحان منزل ذكره قل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره قل الحكيم القادر بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق قد يظن البعض أن حديثنا عن الإعجاز العلمي يرتبط بالكلام عن الآخرة وهذا كلام غير صحيح لأن الكلام عن الآخرة وعالم الغيب فيها هذا من عالم الأمر كن فيكون أما حديثنا في هذا اللقاء المتجدد في برنامجكم أنزله بعلمه يدور حول الإعجاز العلمي فيما يتعلق بعلوم الكون والإنسان وما يحيط حولنا من عالم وفي هذا اللقاء نتوجه بالشكر الدائم في حلقاتنا لضيفنا الدائم الدكتور عبد الدائم كحيل مرحبا بكم دكتور شرفنا باللقاء مبارك الله بكم يا أهلا والسلام مبارك الله فيك دكتور نبدأ بسؤال تعودنا فيه في بداية الحلقة يعني أمور الآخرة كما يقال يعني هل تقاس الأمور المتعلقة بالآخرة هل الأجاز العلمي يتكلم عنها أم هو يتكلم عن أمور الكون فقط لأن هذه شبهة يصيرها بعض المشككون في موضوع الأجاز العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحابه أجمعين حقيقة هذه الشبهات يثيرها ليس فقط الملحدون أو المشككون أيضا بعض المسلمين سبحان الله عندما يقولون كيف تربطون بين أحداث الآخرة الغيبية وبين الحقيقة العلمية التي هي تنطبق على قوانين الدنيا لأن قوانين الآخرة لها شكل مختلف جميل الله سبحانه وتعالى وضع ظاهرة في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن أحداث الآخرة التي حدثنا عنها وضع لنا إشارات علمية نراها بأعيننا اليوم في الدنيا جميل لنستيقن بصدق وعد الله في الآخرة الله مثال على ذلك الله نعم تفضل الآن قبل مئة عام ظاهرة الزنا في أوروبا وأمريكا كانت قليلة جدا جدا ولم تظهر للعلن إلا في السنوات الأخيرة ظاهرة الزنا بين الرجال والنساء والفواحش أو بين الرجال والنساء فاحشة بشكل عام نعم فاحشة بشكل عام هذه الظاهرة اليوم أيوة بعدما تم الإعلان عنها تراها في التلفزيون في الشوارع ترطام وإحصائيات نعم هذا الإعلان ماذا كانت نتيجته نتيجته ظهور أمراض جديدة مثل الإيدز نعم صحيح أمراض خطيرة جدا حتى أن هناك بكتيريا عنيفة جدا مضادة لكل الأدوية لا تصيب إلا الشاذين جنسيا سبحان الله أو المثليين سبحان الله طيب أنا الآن عندي حقيقة بالأرقام حسب إحصائيات أم المتحدة نعم موضوع ظاهرة تزداد والأمراض يزداد تزداد ولدي إحصائية حسب مركز منع انتشار الأمراض الأمريكي المعدية منع انتشار الأمراض المعدية هذا مركز أمريكي رقم واحد شهير جدا في العالم جميل يعطيك إحصائيات بالرقم كويت يقول إن ربع رجال أمريكا مصابون أو قد أصيب ذات مرة بمرض جنسي معدي ربع 25% يا الله رقم خير في قوم قط حتى يعلنوا بها سلم يا رب إلا فشا فيهم أيوة الطاعون والأوجاء والأمراض التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا قد يقول لك بعض المستمعين لم يرد الإدز في الحديث بعض الناس تفكر هذا التفكير نعم نعم فكيف تدخلون هو النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أمراض جديدة الإدز جديد ظهر بعد 1979 فأطلقها بالعموم بالعموم صلى الله على وقه لأنه يوجد آلاف الفيروسات التي تستهدف ليس الإدز واحد هناك بكتيريا وفيروسات وأمراض خطيرة تصيب فقط هؤلاء الزنات والعياغهم دا عجاز نبوة دكتور لأنه ما حدد يمكن ما كانت تفهم في لغة العصر زمان كلمة إيدز لكن أطلقها صلى الله عليه وسلم نبوة شيء ثاني في السويد أرقى دول العالم نسبة الأولاد غير الشرعيين تصل إلى 60% الله أكبر على الرقم إذا أردنا أن نعبرهم يعبرون عنه ليس ولد غير شرعي يعبرون عنه بتعبير لطيف الأمهات العازبات نسبتهن 60% الله أكبر في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي حسب نفس المركز وحسب مركز أبحاث بيوري سيرش الأمريكي المعروف 41% نسبة الأمهات العازبات التي أنجبنا أولادا غير الشرعيين باللغة العربية نحن نسميه أولاد الزنا نعم فقاموا بيرسم مخطط بياني منذ عام 1900 إلى 2018 سبحان الله سبحان الله وترى المخطط البياني عام 1900 يكاد يكون أقل من 1% أو قليل جدا قليل ثم يصعد حتى تجد دول مثلا مثل فرنسا نسبة أكثر من 40% الله أكبر هولندا إلى آخره هذه الدول التي كثر فيها أولاد الزنا بشكل كبير جدا عنها دول متحدرة سبحان الله قال إن من أمارات الساعة وأشراطها وعدد أشياء كثيرة أيوة قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويكثر أولاد الزنا بالنص بالنص أنت تشاهد إحصائيا بعينك وترى كلام النبي الذي لا ينطق عن الهواء ظاهرة أخرى لم تكن معروفة نتجت بسبب التلوث البيئي وبسبب وجود كميات من المياه تتسرب تحت الأرض التربة الكلسية معروف ميكانيكيا عندما تمتص هذا الماء تصبح هشة جدا ليس فيها متانة أو صلابة أيوة ويسهل إنهيار أي جزء منها جميل ظهرت ظاهرة اسمها الخسف أحيانا تجد بيت يخسف أو عمارة تخسف أو حتى شخص ممكن أن يخسف بشخص واحد فجأة تسقط دعني أرى بعض المشاهد لكي نرى موجود معنا نعم مصورة بالصوت والصورة فهذا الخسف طبعا انتشر كثيرا وبخاصة في الدول المتطورة في أوروبا وأمريكا وفي روسيا وصنة انظر كيف خسف بهذه الفتاة بشكل مفاجئ مع أنها تسير على شارع عادي سبحان الله هذا الخسف شيء جديد يدرسه العلماء اليوم لماذا يحدث ذلك ما الذي حدث إنسان يمشي يخسف بهذا بيت في جمهوريات السوفيتي سابقا خسف به انظر كيف يراقبونه الناس وصوت الخسف يعني حتى مرعب عندما يخسف به بيت واحد فقط هنا مثلا تشاهد أحيانا سيارة يخسف بها سيارة تكون تسير وإذا خسفت وانزلقت وأصبحت فيه انظر هذا رصيف خسف به إلى الطرف الآخر وانقلبت هذه السيارات وحدث وفيات ودمار وإلى آخرين نعم أحيانا يحدث خسف في مثلا منطقة انظر كيف تهوي نزلت في الأرض نعم هذه السيارات وغابت يعني الإنسان عندما يرى هذه الظاهرة هذه كلها بعد عام 2000 تقريبا بدأت تزهر بكثرة في القرن الحادي والعشر هنا شارع يختفي ويخصف به بأعمدته الكهربائية بأشجاره وهنا جسر طبعا هذا هذه الدكتور ولا أفلام أكشن لا لا هذه لقطات حقيقية طبعا من الإنترنت نعم نعم برك الله فيك يسمونها يعني سينك هول انظر هذه الحفرة حقا انظر كيف سيقع هذا الرجل على اليسار انظر هو يحاول أن انظر سقط الآن وجاء الناس انظر كيف يسقط داخل الحفرة سبحان الله هو يشاهد لماذا حصل الخسف واذا به ينخسف به حفرة عميقة جدا الله أكبر طيب النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع هذه الظاهرة كيف يا دكتور عبدالدين قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من أمارات الساعة ومن أشراط الساعة أن يكثر الخسف صلوات ربي وسلامه عليه طيب يعني انظر هذه البساطة في كلام النبي ليس كلام معقد طيب هذه رسالة لمن لنا القيامة تقترب احذر هكذا النبي حريص علينا نعم 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 أراد أن يحذرنا الآن في هذا العصر يوم القيامة قريب ومفاجئ وأنا أعطيتك هذه الإشارات تراها بعينك فاحذر وابدأ لتستعد لذلك اليوم بقاء الله سنت يا دكتور هذا يذكرنا بقوله جل وعلا اقترب للناس حسابهم مسألة خطيرة إن النبي يشير إلى هذه الإشارات بقرب الساعة بعلامات ظهرت بكثرة في هذا العصر الذي نحن فيه فمن أنبأ محمدا صلى الله عليه وسلم أو كما قال جل وعلا نبأني العليم الخبير صدق الله العظيم أنزله بعلمه أيها المشاهد الكريم والله ما زال لليوم أناس يكذبون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد هذا الكلام العلمي الذي نسمعه الحقائق التي لا تقبل الشك وتجدها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مئات السنين ألا تدلك على صدق هذا النبي الكريم نحن الحمد لله نصدق برسالته ونبوته ولكنها رسالة لكل شاب لعب الشيطان برأسه أو لعب شياطين الإنس من الملحدين برأسه أن يستمع إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ضيفنا نستكمل هذه الرحلة الإيمانية سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف لنا الظواهر كونية عجيبة جدا نكتشفها اليوم نعم اكتشف قبل سنوات قليلة من قبل علماء وكالتنا سألنا مجرتنا فقط ايبا فيها أكثر من سبعة عشر مليار كوكب شبيه بالأرض يا الله هذه مجرة من بين مئة ألف مليون مجرة سبحان الله وكتشفت كواكب لها نجوم تشبه الشمس وحجم يشبه الأرض وهناك احتمال لوجود حياة على ظهرها كلام خطير ذلك هذا كلام حديث جدا آه كلام خطير لذلك الله تعالى كيف أشار نحن نعلم أن القرآن عندما يذكر الرقم سبعة يذكره للكثرة في اللغة إذا قال العرب سبعا يعني شيء كثير كأنك تقول مليارات نعم قال سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لا يوجد أرض واحدة سبحان الله قد يكون أراضين قد يكون وأراضي كثيرة جدا هذا أحد أوجه إعجاز الآية آه آه كأنها تشير إلى مثل ذلك يعني بالضبط نعم ولكن لا نقطع أن هذا هو التفسير كاملا للآية لا لا هذا هذا تدبر للآية نجد صداه على الواقع الله الله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أي واحد حدد لنا الاكتشاف الثاني الذي سنقوله الآن يعني شوقتني دكتور نعم فضل الأرض تتألف من طبقات صحيح لا أحد كان يعلم هذه الحقيقة قبل مئة سنة فقط لا أحد يتوقعها طبعا ما فيش جهزة زمان فقسموا طبقات الأرض إلى ثلاثة القشرة النواة والوشاح بينهما طيب هذا التقسيم بعد فترة من خلال استخدام أجهزة قياس الزلازل ودراسات علمية تبين أن هناك خمس طبقات وليس ثلاثة يا الله آخر بحث نشر حديثا من قبل وكالة الجيولوجيا الأمريكية يو اس جي اس من أراد أن يحفظ رقم واحد نعم على مستوى العالم في مجال الجيولوجيا مثل وكالة ناسا جميل في الفضاء نشرت صورة وبحثا يظهر لك أن عدد طبقات الأرض بدقة هو سبعة يمكن أن نرى ذلك بالفيديو طبعا ونرى اللوحة التي رسمتها وكالة الجيولوجيا الأمريكية نعم عجيب هم قالوا هذا الكلام مرسوم يدرس في جامعاتهم ليس وموجود على موقعهم سبحانه وسنرى الصورة التي تشرح يعني العلم تطور في رأيه بالنسبة لدي المسألة حتى وصل إلى أنها سبعة طبقات انظر هذه أرضنا عبارة عن ألواح ألواح هذه بينها عبارة عن صدوع ملتهبة انظر هذا هو الصدع هذه الصدوع الملتهبة تفصل بين الألواح ولكن إذا نزلنا إلى أعماق الأرض سوف نرى يعني لهيبا ونارا وشيء منصهر وضغوط هائلة جدا وحياة مرعبة تخيل أن إنسان يعيش في أعماق الأرض يستحيل ذلك طبعا الضغط هائل مليارات الضغوط الجوية تحت درجات الحرارة لم يمكن قياسها حتى الآن غير طبعي سلم يا رب هذه هذه الطبقات الأرضية كما وجد العلماء انظر رسموا هنا القشرة الأرضية في الخارج الزرقاء وهي رقيقة لا تتجاوز 100 كيلو متر يا الله قطر الأرض بحدود 13 ألف كيلو متر إلا قليل تصور هذه طبقات الأرض السبعة كما رسمتها وكالة الجيولوجيا الأمريكية النواة واحد تمتد 5100 كيلو متر ثم النواة الخارجية سائلة ثم الطبقات ثلاثة للوشاح ثم الغلاف الصخري رقم 6 والقشرة الأرضية رقم 7 هذا مرجع جيولوجيا أمرتي النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله كيف عبر بأسلوبه النبوي الرائع عن ظاهرة ظاهرة الظلم ظلم إنسان لأخيه كيف عبر عنه كيف عبر صلى الله عليه وسلم نعم قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يا الله انظر إلى هذا العذاب المرعب في أعماق الأرض تصور أن هذا الإنسان الآن العلماء يقولون لك إن نواة الأرض سائلة تتألف من الحديد وهي التي تعطي المجال المغناطيسي للأرض وهذه النواة فيها ضغط جوه هائل وحرارها إلى لا يمكن وصفها الله أكبر تصور أن إنسان يعيش في هذه النواة وتغلفه سبعة أراضين سبع طبقات من الأرض هالك هالك لا محال تخيل هذا الخيال ليس خيال حقائق ولكن نحن لو جاز لنا أن نقول فوق طاقة البشر فوق الخيال فوق الخيال نعم لا نستطيع أن نفكر فيها من ظلم حتى في روايات كثيرة من ظلم قيد شبر قيد شبر ليس شبر جزء من شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين صلى الله عليه وسلم إذن من يستطيع أن يصف لنا هذا التعبير ثم إن القرآن أيضا عندما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أيضا إشارة إلى طبقات الأرض إشارة أخرى نعم لأنه في آية ثانية يقول سبع سماوات طباقا طبقات فكما أن الله أخبرنا عن سبع سماوات طبقات بعضها فوق بعض أنبأنا ومن الأرض مثلهن بالعدد وبالشكل أيضا سبعة وطبقات بعضها فوق بعض كما رأينا أمامنا بالصور التي رسمها أصلا أناس ملحدون وليسوا مؤمنين بارك الله فيه هذه قوة الإعجاز أنه يأتي من أناس ينكرون أحاديث النبي وينكرون القرآن ثم ينطقهم الله بما جاء به هذا النبي قبل 14 قرن صلى الله عليه وسلم نشكر حضرتك يا دكتور على هذه المعلومات التي أسريتنا بها والتي تدلنا عزاء المشاهدين إن كانت تدل على شيء فإنما تدل على أنه بين أيدينا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وبين أيدينا سنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة الوحي هل معطر بمخير جاء أم نورا والغار غرد ذكره جبرين يقرأ كررا قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا